يعني الآن إحنا دلوقتي أمام أنه خالد علي هيعلن غدا موقفه النهائي تفتكر أنه خالد علي يقدر يجيب عدد التوكيلات المطلوب؟ أتمنى في الحقيقة يعني هو كلما كانت هناك تنافسية في العملية الانتخابية كلما كانت لها مصدقية هنا لمصلحة النظام السياسي لمصلحة الرئيس السيسي لمصلحة الطور الديمقراطي في مصر طبعا طبعا أتمنى أنه خالد علي يجمع يجمع وكنت أتمنى أن يكون فيه تعددية أكتر في العملية الانتخابية طبعا يعني مصر مش ممكن أبدا تظل في هذا الموقف وكأنها عاجزة عن أن تتقدم خطواتها لأمام في التنفس في 2012 احنا كان عندنا عدد كبير من الموشحين وكان فيه أسماء كويسة وكل حاجة وكان فيه تنفس حقيقي أو يعني تنفس معقول يعني الصورة مش هي أفضل صورة كنا نتمنىها بلا شك يعني يعني ولكن هنا يعني هل بقى فكرة انتخابات حننزل بمرشح واحد قوي وربما مرشحين أضعف شكلنا بره هي بقى عمل إزاي لا أشرح مسألة شكلنا بره بقى دي بقى يعني مسألة أصل يعني ما هو مش مسألة أنا يميني معليش بقى تقديري برضي لميس لمسألة شكلنا بره أنا يميني شكلنا قدق من أنفسنا قبل بره دي كم واخد بالك أنفسنا كنخبة سياسية مصرية كشعب مصري كقوة سياسية تأمل وتتمنى أن تتحول مصر إلى مجتمع ديمقراطي أفضل وأفضل وبعد يتلعب على شكلنا بره يعني ما إحنا يهميني بس إحنا شكلنا أو الدمنا وبين أنفسنا آه قبل قبل أي حاجة طبعا يعني